موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كل سنة طيبين اهلا معكم اعزائي الطلبة وطلبات الصف الاول اعدادي لغات كل سنة طيبين وسنة دراسية تكون سهلة وتكون سهلة ويكون فيها مزيد من النجاح والتقدم بازن الله طبعا اه قفلنا احنا مرحلة ابتدائية خلاص باب منغلق وفتحنا باب جديد وطريق جديد للمرحلة الادادية وتعتبر من اهم المراحل اللي في حياتك سواء المرحلة الاعدادية او السانوية لانها هي اللي تحدد اه وظيفة المستقبل اه منهج اقول اعدادي نخش ان ندخل عطول في في الموضوع بتاعنا منهج اعدادي للماس اه في الرياضيات طبعا اه طبعا هيكون على توسع من سنة ستة سنة ستة كان عبارة عن حاجات بسيطة كده وشوية مسائل اه هبلة اه ومنهج صغير وقصير اما اقول اعدادي لأ بيبقى المنهج بيبقى كبير شوية تخش على تاني اعدادي منهج اكبر تلت اعدادي منهج اكبر تلت اعدادي منهج بقصير اما برضو كبير وهكزا كل لما بتقدم سنة كل لما المنهج ما بيكبر معاك طيب طبيعة المنهج مش هقول المنهج سهل ولا اقول المنهج صعب بس انا برضو بحط نفسي مكان الطالب وبقول ان المنهج سهل جدا 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 بس بشرط ايه هو الشرط اللي بيفهم واللي اه يحول بقدر امكان يشغل عقله ويعتمد على عقليته في استخراج النتائج ما يعتمدش على قال الحسبات قال قال الحسبة انت مسموح بيها بس في الحاجات الصعبة في الحاجات اللي هي مسلا هتاخد وقت اما الحاجات اللي هي ما ينفعش يعني حاجات ما ساهلة جدا وبديهيات جدا ما ينفعش انك تستخدم فقال حسبة هتقول المستر قال لي انا انا بقول لك انا هوت انا عايز مصلحتك انا ما عرفكش انت بتتفرج عليه دلوقت وانا عايز مصلحتك بجد ما بحبش اقدلك المادة بس اعايز مصلحتك مش في قولة على دي بس لأ وفي السنين اللي جاية في الرياضة ما تعتمدش على الالة الحسبة حاولت بقدر الامكان تعتمد على عقليتك انت وتبعد عن الالة الحسبة بقدر الامكان طيب المنهج بتاعنا بينقسم لشقين منهج اسمه الجبرة اه حاجة جديدة وحاجة اسمها جوميتري لها الهندسة اه هناخد الاتنين طبعا اه الجبرة دي عبارة عن حاجة اسمها الجبر ودي عبارة عن شوية معادلات على شوية قصور على فراكشنز على شوية حاجات كتير قوي لها زي اللي احنا بنسميها في في السنة سابت الحساب طب الجوميتري اللي على الهندسة بناخد فيها اه بناخد المسائل اه بترى اوسع زي مسلا بتناخد المستطيل اه والمربع اه بناخد كمان حاجة اسمها او الحاجات كتير قوي اه المنهج المنهج في الاخر هتكت بص هتلاقيه صغير جدا صغير جدا 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 طيب المنهج انت بتقول كده علشان انت المستطيل لأ بجد بقى هنا المنهج سهل جدا بس بشرط برضو لازم ان تفهم المسائل هتبقى هتبقى فيه مسائل كتيرة جدا وتوسع وخلي بالك ومش شرط ان انت مسلا حلية كتاب المعاصر حلية امتحانات وحلية ادريبات وحلية الشتات ان المسائل لازم رجلك في المتحان هيها هيها لأ مش شرط هخلي بالك مش شرط لان المنهج بعد كده هتبقى عاملة زي البحر نجيب لك نفس المسائل بس ايه يحرف لك فيها شوية عايز يعرف از كنت انت فاهم ولا مش فاهم خلي بالك لازم نشغل موقعك هتقول لي معنا كده المنهج صعب اقول لك لأ بس مع الحل ومع التمارين هتجي تبص هتلاقي المهنج سهل جدا 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 طيب النهاردة هناخد تعالي نبدأ كده على بركة الله نسمي لك كده اولا هو جايب لك شوية حاجات كده اه في الجومتري هيبقى عندنا حاجات زي كده زي التعريفات وعندنا حاجات الحاجات ده حفظ يعني هتلاقى في كتاب المعاصر كده المتزلالة باللون الاخضر او الازرق ده حفظ لان هتجيلك في المتحان هتقول لي مسلا بتجيلي في المتحان ازاي هجيب لك نص الجملة الاولاني ويقول لك كمبليت كمبلي هتقول لي يعني ازمة احفظها كلها كلها اي 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 حاجة في موجودة في مربع اخضر كده في كتاب الماس في بتاع المعاصر يبقى لازمة انت حفظها هتقول لي بص بقى لكوينهم كلهم في ورقة واحدة كده في الوسكاب وبعد كده عشان يبقى كل مرة واحدة كده علشان ما تنساهمش وانا بان شاء الله بازن الله في الام اللي جاي بحنفع لكم الورق بتاعي اللي هو في كل ايه النظريات طيب تعالى نبتدي آآ ناخد حاجة كده خدناها في تالتة ابتدائية خدناها في تالتة ابتدائية تعالى كده نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم آآ ده اسمه ايه طيب طب وده اسمه ايه وده اسمه ايه هتقول لي ده هو ده ماشي بس علشان ايه نحطه الى بس ايه راي كده ده اسمه ايه هتقول لي ده بسيطة ده موجود معروف من زمان اسمه طب وده اسمه ايه هتقول لي اسمه راي شوع طب وده اسمه ايه عند طور ايه هنا فده اسمه استريت ايه لاين تمام ركز انا عايزك بس تركز في العشر دقي اللي هقوله في الفيديو عشر دقي بس هتفهم كل حاجة وهنحلم من كتاب المعاصر بس تفهم بس طبعا الحاجات دي عبيطة ما بيجيش في المتحان اصلا بس انت راس ما بتعرف والري والستريت لاين ايه الفارق من ده والده وده تعالي اخد مسلا هنا هنا ولاد اه يعني ايه يعني هنا عنده هنا شوفوا الطرفين بتوعه مشين مع بعض كده الا ما لنهاية يعني معاني السامي ده معاني ان هو ماشي على طول كده الا ما لنهاية وده ورضو على طول كده ما فيش حاجة بتقع في قصدو ما فيش حاجة بتقع في قصدو بدا اول عندي هو هو عبارة عن قطع مستقيمه. ما هو ده جزء من ده? يعني ما يتمدد او عنده بيتمدد من الطرفين الى مالة نهاية. بيتمدد من الطرفين الى مالة ايه نهاية. ده طبعا انا عند الري. انا عند الري من طرف واحد بس. الري من طرف واحد. يبقى الري برضو عبارة عن يعني ايه? اتجاه واحد. يعني ماشي كده الى مالة نهاية. ماشي كده الى مالة ايه? مالة نهاية. عنده اتجاه واحد. ماشي كده الى مالة نهاية. اما العبارة عن يعني او يعني مجموعة ازاي? لو انا جبت النقطة ده كده اهل. بوينت 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 وصلتهم بعض طلع علي في الاخر خلاص? وطبعا لها بداية ولها نهاية. لها بداية ولها ايه? لها ولها نهاية. طيب دي شوات حاجات كده ايه? ما هلاش اي لازمها. وهتلاقي برضو عندك في الايه? في الكتابة المعاصر. طب تعال بقى ندخل بقى دلوقتي ايه? ايه ده ايه? ماشي? ايه? لو انا عملتهم في بعض كده جزقتهم في بعض كده كانوا ول حاجة اسمها انجيد كانوا لي حاجة اسمها ايه? انجل. انجل دي يعني زاوية عمل بزبط عمل بالزبط كده زي الانجل او زاوية بتاعت البيت. الروكنة بتاعت البيت. الروكنة الجدار اللي جابي الجدار. ها؟ ده انجل. ده عبارة عن جدار مع جدار كاولك زاوية. النقطة ده هي النقطة ديت اسمها الفيرتكس. يعني رأس الزاوية. وخلي بالك. ان الفيرتكس ديت هي في نفس الوقت هي نقطة البداية بتاعت الري ده. برضو بتاعت الري ده. بتاعت الري وستارتنج بوينت بتاعت الري التانية. خلاص? يبقى الانجل هي عبارة عن زي عبارة عن اتحاد. اتحاد. شععين. تاني كده. هي عبارة عن ايه? يعني عبارة عن اتحاد شععين. زا سيم ستارتنج بوينت. يعني مشتركين في نفس النقطة الايه? البداية. والبوينت دي اسمها ايه طبعا? قلنا الفيرتكس. خلاص? طيب والري دول اسمهم ايه? دول اسمهم بتاعت الانجل. يعني ايه? الاضلاع بتاعت الزاوية. الدرعين بتاع الزاوية. يبقى الاضلاع بتاع ايه? الزاوية. او الدرعين بتاع الزاوية. طيب لو انا قلت مسلا ان الانجل ديت اسمها دي اكس. ماشي? ودي واي ودي الزاد. عايزين نقرأ الانجل دي. نقرأها الزاد. الحتة الديت لازم لازم تجي في النص. ما فيش حد يقولي زد اكس واي. غلط. بجيبها من الطرف كده. يبقى اكس واي زد او زد واي اكس. يعني يتقول ده? يتقول ده. اكس واي زد او زيد واي اكس او ممكن تقول واي بس. بس احنا بس ايه? هنركز على الدهمة. علشان في شغل تاني بي. ولم يجي يجيب لك العلامة ديت دي. ام. ام دي يعني ميجور. وهنا خدها كمان شوية. والعلامة ديت معلها عالمة الانجل. يعني الزاوية. اكس واي زد. الميجور انجل اكس واي زد. يعني قياس زاوية اكس واي زد. ماشي يا ولاد? يبقى ديت كل العلامة دي اسمها ايه? انجل. ودي اسمها لايه? والفيرتكس. والفيرتكس ديت هيعبارها عن ستارتنج بوين. يون يون اف ستارتنج ايه بوين بتاعت الريل. الانجل. طيب. تعالي نرسم كمان واحدة اهوت. وانا قلت دي مسلا. ال ام او. تمام? خلي بالك. ان ال ال ام ديت. والام او. ده راي وده راي. صح? فانا بعمل فوقهم كده. ده راي وده راي. وده راي. تمام. وده برضو راي. تمام. خلاص? حطيت في النص هنا يونيون. حطيت في النص هنا ايه? يونيون. يعني التحاري. يعني الاتنين بتحتهم لزقتهم في بعض. هيكون لي في الاخر انجل. المادام توري خلي بالك توري يديني انجل. توري يونيون. يونيون. اف توري يديني ايه? انجل. زاوية. شوعين يديني زاوية. طب الزاوية دي اسمها ايه? شوف الم. مش الام دي عشان هتكررت. الم او. الم او. بس في حيط المهمة على فكرة. مهمة? بتيجي كتير يعني? لأ. مفيش حاجة بقى اسمها بعد كده بدي بتيجي كتير وديت مفيش ما. ومع يعني وحاجة بيقول لك ديت يعني ما بيجيش كتير. لأ. كل مهم. كل مهم. ما عادة الا يا رب الحاجات الزاوية ديت اللي فوق ديت. تتعلم بس ايه? الفرق ما بينهم. ماشي? يبا احنا قلنا دلوقتي ان اليونيون عبارة عن يونيون وزا سيم ستارتنج بوينت. وستارتنج بوينت دي تسمى ايه? خلاص? وعنده كمان توريز ار كولد ار كولد ار كولد او 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 ساينز او زا انجل. يعني اضلع او ضلعي لايه? الزاوية. ماشي اولاد? خلاص? يبقى ديت. اه حاجة بسطة جدا. حاجة بسطة جدا. ليه? لان الدرس اللي جاي بقى هيبقى هيبقى مليان. هيبقى مليان كلامي. وانا عايز بعد كده انا عايز بعد كده اه تجيبه كراسة اللي هكتبه في الحصة لازم تكتبه رأيه. لازم تكتبه الليلة في حاجات مهمة جدا لازم تكتب علشان ما تتنساش وبتيجي كتير جدا 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 في الامتحان. ايوة بتيجي كتير جدا. يا كده يكون كامل كل الامتحان تلاقي موجودة. خلاص من الحصة الجاية انا عايزك تكتبه رأيه. يبقى احنا قلنا هنا تعريف الزاوة خلاص. يعني انت يعتبر النهاردة ما خدتش حاجة. يعتبر النهاردة ما خدتش حاجة. من الحصة الجاية. ليه? انا 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 اواصد ومتعمد ان انا ما كملش. علشان الحصة بتبقاش تقيلة وافكارها كتيرة. وفي الاخر هتطلع عند اه هبقى عندك تشتت. فتابعوني ان شاء الله من اول فيديو الجاي. يبقى بداية الجد. وان شاء الله نبدأ نحل من كتاب المعاصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة